بما أننا بدأنا بقصة التسريبات النهاردة كان فيه اجتماع فني للحكام والاجتماع يتعامل في إحدى القاعات في فندق كده في مدينة نصر أو قريب من التجمع بعيد تماما عن اتحاد كورد اجتماع فني حضروا الحكام بالمناسبة القاعة دي هتخص الاتحاد الافريقي استأذنوا الكاف عشان يعملوا المحاضرة والاجتماع الفني في القاعة دي أدوات الفور اللي كانوا عايزين يشتغلوا عنه النهاردة ملك الاتحاد الافريقي واستأذنوا الاتحاد الافريقي فبداية كده الكاف أو الاتحاد ما عندوش أدوات وبدل ما يأجر من الشركة المسؤولة استسهل المسائل ويأجر من الاتحاد الافريقي ده في البداية معناه ايه ده معناه ان احنا مخداش اي خطوة ايجابية كابتن جبال الغندور بارح طلع بالتصريح قال لك احنا تكنية الفر عندنا يعني بعافية يعني كلمة بعافية دي ده الوصف فبالتأكيد احنا متوراش المنظومة التقنية ولا الحكام لا هو اتكلم عن تقنية الفر تحديدا هو اتكلم عن تقنية الفر يعني الجزء الاهم كان تقنية الفر هو طبعا مش يدر يهاجم الحكام من ان هو كابتن جبال دلوقتي هم عايشين حالة سلم دلوقتي مع بعض الاخوة كلهم عايشين حالة سلم فما فيش مجال ان هم يقطعوا ببعض دلوقتي لا دي بعدين يعني دي برحلة هي كانت قبل كده ودلوقتي فيه هدنة هدنة مؤقتة بينهم ببعض هم دلوقتي عايشين حالة سلام وقام لجنة أسرة الحكام لكن ده سلام مؤقت لكن هو طلع قال ان بيدافع الحكام وقال ان التقنية عندنا صعب قوي تقنية عندنا بعافية طبعا ده طبعا مرضوده للاتحاد الكورة وعد قبل كده كذا مرة ان هو يطور من التقنية وعد استحداث معدات جديدة احنا بكلم عندنا اربع عربيات فار بس في مصر يعني لو ظروف حكمتنا احنا نلعب زي الأسبوعي الأخيرة مثلا كل في توقيت واحدة بصعب جدا يكون في فار حركة تخيل ان نصف عرض المباريات او اكتر من نصف عرض المباريات ممكن يقوم بدون تقنية فار ومباريات ممكن تكون مصرية وحاسمة فاني طبعا امر كاليسي عملي الكلام على منظومة التحكيم منظومة التحكيم لكن ما منتورش من منظومة التحكيم في مصر نتكلم على الفار عندنا شفنا في الصبر الافريقي والصبر المصر قصدي شفنا تقنية الفار ازاي وقع تسلط حزب في اقل من 6 ثواني شفنا امباريح حكم بيوقف قدام الفار حوالي 3 دقايق وبيتكلم وياخد قرار وفي الاخرار سيطلع قرار كمان خاطئ حتى بعد السنة تقنية الفيديو كمان طلع قرار خاطئ في مبارات الزمالك والبنك الاهلي لا طبعا امر صعب جدا ويعني انا شاف انه عيب على اتحاد القرى بصراحة عيب ان الاجتماع اللجنة الحكامي يكون خارج مقر الاتحاد كان فيه اكتر مكان فيه ممكن مشروع الهدف يعملوه فيها مثلا في المقر جديد الاتحاد فيه اي فيه مئة مكان الا انه ما راح يستطيعوا بارتحاد افريقي يعني مش معقولة يعني مش معقولة يوصل بين الامر ان احنا حتى الحكام لما يجي اجتمعوا يجتمعوا خارج البيت وخارج الاسرة يجتمعوا قبل كده في بيوت بعض ويعملوا مخاضرات في بيوت بعض وطبعا امر حاجات غريبة حاجات غريبة جدا وحاجات سيئة جدا وبتعكس ان ليه احنا تحكيم عندنا بعافية طيب